تواصل الولايات المتحدة الأمريكية فرض المزيد من العقوبات على إيران وأذرعها في المنطقة مكتب مراقبة الأصول الأجرابية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اتخذ إجراءات لاستهداف خمسة أفراد مرتبطين بحزب الله يقودون أنشطة عملاتية ومالية واستخباراتية في العراق الأفراد الخمسة هم أربعة لبنانيين أبرزهم جواد نصر الله، نجل الأمين العام للحزب حسن نصر الله إلى جانب يوسف هاشم وعدنان حسين كوثراني ومحمد عبدالهادي فرحات وعراقي يدعى شبل محسن عبيد الزيدي وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب واستخبارات التمويل سيجال مندلكر أكدت أن حزب الله هو وكيل إرهابي للنظام الإيراني الذي يسعى إلى تقويد السيادة العراقية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية تبرز مرة أخرى الدرجة التي يعمل بها حزب الله كذراعاً إرهابي سري للنظام الإيراني وفق البيان الأمريكي اشتركوا في القناة